اشتركوا في القناة ومن اجل الحصول على هذا النقش في الخلفية تم الامر بمساعدة تكنولوجيا تدعى التوجيه الحراري اي ان هذه النقوش والانماط يتم تطبيقها على الاسطح المسخنة من قبل ثم تعريضها للضغط الكافي حمام السباحة احيانا لا تكفي ميزانياتنا ان نبني حمامات سباحة داخل منازلنا واحيانا اخرى تكون المشكلة ان المساحة لا تكفي فيكون وجود حمام السباحة في الحديقة الخلفية للمنزل امرا غير مناسب ولكن الشركة الالمانية هذه قدمت الحل متمثلا في حمام سباحة متنقل بمساحة مترين في اربعة امتار او خمسمائة واربعين سنتيمترا في مئتين وخمسين سنتيمترا حيث يمكنك تثبيته حيث ما تشاء وازالته وقت ما تشاء كما يشمل تصميم الحمام على سلم للامان في حالة الرغبة للصعود والنزول وكذلك غيطاء محكم الغلق للتدفئة والحماية من الشمس كما يشمل على فلتر لتنقية المياه داخل حمام السباحة في حالة استمرار استخدامه لمدة طويلة ولهذه الاسباب ليس عليك القلق من المتاعب لان جسم الحمام محمي بهيكل معدني قادر على حمل واستيعاب العديد من الاشخاص في آن واحد ورق الحائط المغناطسي لا بد وان معظمنا حلم في يوم من الايام ان يحصل على ورق حائط مثل هذا حيث ان تبديل الاثاث ليس بالامر السهل او غير مكلف انما تغيير ورق الحائط من هذا النوع يسهل عليك تبديل ديكور منزلك فقط بمساعدة مغناطس والحقيقة التي لا يمكن انكارها هو ان استخدام هذا النوع من اوراق الحائط اختزل الكثير من الجهد مقارنة باوراق الحائط العادية كل ما عليك هو تثبيتها على الحائط والتأكد انها مقاربة لبعضها البعض بشكل متناسق كما ترغب في تزيين غرفتك آلة متعددة لاستخدامات تعد هذه الآلة واحدة من الآلات المريحة حيث يمكنك استخدامها بأكثر من شكل ولأكثر من وظيفة خاصة في الأعياد حيث تكثر الابتكارات والأعمال الفنية اليدوية وتحتاج حينها لمعين يسهل عليك عملك ويساعدك على السرعة والدقة فهي يمكنها التشذيب والقطع والتدوير والمسح الكنبة متعددة الأشكال هذه الكنبة ستساعدك على تغيير وضع أثاث بيتك يومياً إن أحببت لأنها مصممة بقطع منفصلة يمكن تحريكها وتركيبها في أي جزء منها لذا يمكنك تكبيرها وتصغيرها كما ترغب وحسب العدد ويمكنك أيضاً استخدامها لراحة ظهرك وكذلك راحة قدميك قاطعة الحشائش إليك هذا الجهاز الخفيف والمريح والذي يمكنك استخدامه لقطع الحشائش وتشذيب الزروع في حديقتك دون العناء وبه تحصل على شكل منسق وجميل لحديقتك ويتميز هذا الجهاز أنه يعمل بالشحن وعند استخدامه فأنت لست بحاجة لأي أسلاك كما أنه يأتي بقطع مختلفة مع استخدامات متعددة ويد طويلة لتساعدك على العمل دون الحاجة إلى الانحناء المستمر كما أن به زر للإضاءة يساعدك أن تعرف إذا كان الجهاز ما زال يشحن أم انتهى ويمكنك حينها إزالته من الكهرباء لحماية البطارية حساس الصنبور يعد هذا الحساس الذي يستخدم للتركيب أعلى صنبور مطبخك أو حمامك واحداً من الاختراعات فائقة الرفاهية في الأعوام القليلة الماضية حيث يسهل عليك استخدام الصنبور دون الحاجة إلى لمسه بمجرد قرب يدك منه سيفتح الماء مباشرةً وبنفس الحساسية ستغلق الصنبور ويتوقف الماء يا له من رفيق للأمهات المربية للأطفال ويتميز هذا الحساس بوجود لمبة مضيئة في الظلام تسمح لك برؤية ما بيدك إن كان نظيفاً وآمناً للاستخدام أم أنك بحاجة لغسله فهو يتيح للأطفال استخدام الصنبور حتى وإن كان ضوء المطبخ مطفئاً المقبس المخفي رغم أنه من الاختراعات السهلة والمريحة لكنه ليس للأطفال الصغيرة داخل المنازل فهو غير آمن عليهم حيث يسهل عليهم استخراجه من الحائط والتعرض للخطر ما عدا ذلك فهو عملي في الاستخدام حيث يحمل أكثر من مخرج للكهرباء في مكان واحد وأيضاً يعمل على تجميل منظر الغرفة حيث يعد غير مرئي تقريباً إلا عند خروجه من الحائط للاستخدام ولكن بعض الشركات المصنعة تعمل الآن على حل مشكلة تعرض الأطفال للخطر من خلاله وجعله آمناً تماماً للكبار وكذلك الصغار ولكن هذا لا يمنع أنه من الاختراعات التي سهلت حياة الكثيرين عزيزي المشاهد لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكراً لكم على المتابعة شكراً لكم على المتابعة شكراً لكم على المتابعة